دهما تعودنا دايما احنا في عندنا اخبار جديدة الحمد لله برضو مكشرة بالخير احنا مش عايزين نبقى الغزالة احنا عايزين نبقى الاسوي ان بكرة الصبح نهوم ونسمع ان المانيا خلاص رفعت الحظر عن مصر يبقى المتاح والبدائل اللي موجودة قدامك ايه؟ عامل حسابها ان من الاول شهر اكتوبر انها تعمل اغلاق ولازم نقوله برافو حالة السياحة العربية مش غنية قار مرسع عالم وجهات النظر واحتلاف وجهات النظر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاك طارق المنشاوي وحديث جديد عن قطاع السياحة ومستجداته وجهات النظر واختلاف وجهات النظر خلينا دايما نتفق ان هي لا تفسد للود قضية كما يقال وخلينا دايما نقول ان علم الادارة واسلوب الادارة بيعتمد دايما على الافكار وعلى الاراء المختلفة اللي منها بتطلع اسلوب ادارة معين وبيكون ليه هدف معين ونهاردة احنا في ازمة بنطلب دايما ان يكون فيه طريقة لمعالجة الامور والازمة اللي احنا موجودين فيها الناس كتيرة جدا بتقول ازاي ان احنا نقول ان احنا مش محتاجين المانية اولا احنا ما قلناش كده احنا قلنا دايما السياحة المانية بالنسبة للسياحة المصرية ضلع اساسي موجود في السياحة المصرية واقلنا ان يمكن تلت السياحة المصرية اللي موجودة عندنا في مصر هي من الشق الالماني وقلنا قبل كده برضو ان السياحة الروسية كليها بورشن كبير جدا عندنا في مصر وتتجاوز ال 65% ولما حصل الازمة اتأثرنا شوية ولكن قدرنا ان احنا نكتزل الازمة بان احنا ركزنا اكتر على الدول الاوروبية نهاردة علشان المانيا متعنتة معانا شوية وإحنا لسه منتظرين النتيجة ان شاء الله في اول اكتوبر ايه اللي هيحصل من المانيا وفي مباشرات كتيرة جدا ومباشرات كتيرة جدا بتقول ان المانيا ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي هترفع الحزر عن مصر ويبدأ ان فيه السياحة تعود ان شاء الله من تاني الى مصر وطبعا ده هو امانينا كلنا في ان هو ده اللي يحدث وان بكرة الصبح نقوم ونسمع ان المانيا خلاص رفعت الحزر عن مصر ورفعتها من الريت زون اللي هي حطاها فيها ممكن انا اكون واحد من الناس اللي مش شايف مؤشرات بكده ولكن في ناس كتيرة جدا المتخصصة وبتتكلم في الامر ده واحنا كلنا بنأمل الكلام ده اللي مش شايف مؤشرات كده لان انا شايف ان معظم القتلات اللي موجودة في البحر الاحمر او في الغرداء تحديدا يعني عامل حسابها ان من اول شهر اكتوبر ان هي تعمل اغلاق فخلينا نقول ان التمني شيء وان التحركات الايجابية في خلال ازمة زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي شيء تاني وقلنا التحركات اللي موجودة في الوقت الحالي والاوبشنز اللي متاحة في الوقت الحالي لينا ان احنا نفتح اسواق وقلنا يمكن الاسواق دي مهياش اسواق كبيرة يمكن الدول اللي احنا بنطرق بابها دلوقتي مهياش غنية زي اوروبا ولكن هو ده المتاح في الوقت الحالي وقلنا قبل كده ان احنا عايزين يعني ناخد دروس مستفادة من الماضي بتاعنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما نعملش زي الغزالة المقولة بتقول ان الغزالة بتجري بسرعة 95 كيلو متر في الساعة والاسد بتبقى سرعته 55 كيلو متر في الساعة ولكن احصائيات بتقول ان نسبة استياد الاسد للغزالة 96% مع ان فرق السرعات كبير جدا ايه اللي بيحصل ان الغزالة دايما بتبقى متخوفة ودايما بتبص الوراها فلما كل مرة بتبص الوراها بتفقد من سرعتها بشكل كبير جدا اما الاسد هو مركز على هدفه وبيجري بسرعة واحدة ولذلك هو بيقدر ان يصطاد الغزالة احنا مش عايزين نبقى الغزالة احنا عايزين نبقى الاسد وبعد ايه لما نفتح النهاردة الخريطة زي ما ذكرت لحضراتكم من قبل كده احنا كل الدول الكبرى كنا بنشتغل معاها في الفترة الماضية ومن ضمنهم روسيا وروسيا هي اللي اعلنت وقال لك انا مش هسافر دلوقت بنتكلم النهاردة عن دول اوروبا دول اوروبا كتير جدا ولكن احنا قلنا ان المفتاح بتاعها المانيا والمانيا النهاردة فاكف الريتزون زائد ان معظم الدول الاوروبية النهاردة عندها ازدياد في حالات كورونا يومية حبنتكلم على المانيا وبنتكلم على فرنسا وبنتكلم على انجلترا مثلا قفلت بعض المحافظات عندها في الجزء الشمالي بتاعها نظرا لان الارقام بقت كبيرة جدا فقفلت تماما حدودها بنتكلم عن ايطاليا ما زال فيها ارقام زيادة بنتكلم عن اسبانيا قفلت تماما وما فيش حد النهاردة بتسفر لها ولا هيها بتسفر لحد طيب دي الدول الكبرى اللي حصلت فيها يبقى المتاح والبدائل اللي موجودة قدامك ايه الدول اللي احنا مطرقناش اجوابها من قبل كده والدول اللي هي شوية ضعيفة وحتى عدد النسمات بتاعتها قليلة وهو ده المتاح في الوقت الحالي خلينا اقولكو كمان ان من ضمن الحالات المهمة جدا اللي احنا مش واغدين بالنا منها وعارف ان هي مش تبقى اعتماد رئيسي ولكن لازم النهاردة نتحرك فيها وكل مرة وكل اسبع بنتكلم في الكلام ده ومع كل اسف ما بنتحركش فيها باجابية شديدة جدا الا وهي السياحة الداخلية النهاردة السياحة المصرية احنا معتمدين عليها بشكل كبير جدا سياحة موسمية وانا كنت عملت فيديو قبل كده عن السياحة الداخلية وكنت بتكلم عن علاقة الفنادق وعلاقة العمل في الوقت الحالي سياحة المصرية النهاردة ليه ما نقدرش ان احنا نفكر فيها بان احنا نحولها سياحة مستدامة وانا قلت قبل كده ان السياحة المصرية هي المنقص دايما لما بيحصل لنا أزمات طب ليه ما بنتعلمش برضو من الدروس ونقول إن السياحة المصرية النهاردة نقدر بشكل ما إن إحنا نحاولها إلى سياحة مستدامة لأنه هاردة ما بنعملش التفاقيات مع الجامعات المصرية تطلع رحلات في الأسر وأسوان المختصة بالأثار والسياحة الشاطئية ونخلي الطلاب بتوع الجامعات دول يتفرجوا على جمال وطبيعة مصر لأنه هاردة ما بنعملش الكلام ده كذلك مع المدارس لأنه هاردة ما فيش منهج متخصص موجود في التربية والتعليم علشان يحط الوعي الكامل للطفل ده أو للشاب ده إنه هو لازم يطلع يتفرج على بلده لأنه هاردة ما نقدرش نعمل بروتوكول معين مع وزارة الشباب والرياضة اللي نخليهم يبقى المعسكرات بتاعت الأندية موجودة عندنا في الفنادق وفي أكتر من الفنادق اللي بشكل كبير جدا اللي ليها بوشن كويس قوي في الكلام ده سواء في التنس ولا في البلياردو ولا في كرة اليد زي ما هو حاصل في الوقت الحالي أو في كرة القدم ليه ما بيكونش فيه تعاون في المنطقة دي والفنادق تتبع المنهجية دي وتشتغل عليها وبدل ما نفكر إن هي سياحة فقط موسمية إحنا ممكن نحاولها إلى سياحة مستدامة بشكل كبير جدا وأنا أفتكر إن أنا شفت من أحد زميلنا الديركتوري في سيلز اللي عمل الفترة اللي فاتت فكرة خارج السندوق كانت رائعة وكانت جميلة جدا إنه عمل ميمبرشاب أو ديسكاونت معين للأوتال بتاعه لكل العاملين في قطاع السياحة والفنادق ودي أنتجت وأصمارت بشكل كويس قوي عائد مادي وحركة في الأوتال فكرة رائعة ولازم يثنى عليها بشكل كبير جدا ولازم نقول له برافو فالنهاردة ليه ما نقدرش إن إحنا نفكر بشكل جدي بتكاتف الوزرات إن هي تخلي قطاع السياحة ده شيء أصيل من الناشئ الصغير لحد ما الشاب ده يجبر النهاردة إحنا بنقول مصر السياحية وإحنا النهاردة بنرفض أو في عزوف من السياحة الداخلية في الفنادق المصرية لازم نغير الكونسبت ده ولازم نغير فكرة ده ونخليه للصالح كمان خلينا نتكلم عن السياحة العربية السياحة العربية اللي هي نسبتها في السياحة المصرية قليلة جدا طبعا ربنا يعفي جميع الدول العربية بما فيها يعني ولكن أبتكلم على الدول اللي موجودة حاليا دلوقتي زي الأردن وزي الإمارات وزي البحرين نقدر إن إحنا نستجلب السياحة العربية وما تقوليش إن في حد في العرب ما بيحبش أن يزور مصر سيبك من إن هو بيحب مصر ولا بيحبش مصر ولكن بيحبوا ييجوا يتفرجوا على مصر يحبوا ييجوا يتعاملوا مع الشعب المصري هل السياحة العربية مش غنية؟ لا غنية هل النهاردة ما نقدرش إن إحنا نعمل منها رفلي كويس؟ نقدر في أفكار كتير في الأزمات لازم نقعد نفكر بشكل جدي ونطرق جميع الأبواب وتاني بقول إن ما ينفعش إن إحنا نعتمد على نولة واحدة ولا نقدر نعتمد على سورس واحد لإن ده هيضعفنا مش هيخلينا قوي خليني بس أقول لحضراتكم زي ما تعودنا دايما إحنا في عندنا أخبار جديدة الحمد لله برضو مبشرة بالخير النهاردة مطار مارس عالم بيستقبل إن شاء الله في بداية أكتوبر هيبقى في أربع طيران طيرات بولندي إسبوعية هيبقى في طيارة أوكرانية إسبوعية هيبقى في طيارة فرنسية إسبوعية والطيران السويسلي زود طيارة فبقت رحلتين في الإسبوع بدل ما كانت رحلة واحدة ودي من الأخبار الكويسة ولكن لازم يكون في تحركات دعمة لتحركات وزارة السياحة والأثار والدكتور خالد عنياني في الوقت الحالي إن إحنا نفتح الأسواق الجديدة نتعاقد مع الأسواق الجديدة الحكومة عليها إن هي تسهل عملية الفتح وإحنا علينا إن إحنا نستكمل من وراهم ونبدأ نستجلب السياح إلى فندقنا أو جمهورية مصر العربية علشان الحركة تدور واحدة بواحدة أشكركم جدا في حياتي لحضراتكم وما تنسوش تعملوا سبسكرايب تفرجوا على الفيديوهات القديمة وتعملوا لايك شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته